اهلا بكم اتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني النهاردة النهاردة هنعمل الكيكة اللي قلتلكوا عليها في اخر فيديو عملنا فيه كيكة كيكة بعلبة الزبادي كيكة الفانيليا نعمل منها النسخة التانية بالكاكاو اه وبالشوكولاتة هنعملها كده ونزينها من غير اي ادوات ولا مضرب ولا اه خلاط ولا اكواب معيارية هنعملها بس بعلبة الزبادي بسيطة ومكوناتها بسيطة وان شاء الله تعجبكم يلا نبدأ عطول في الوسط تاعتنا هنحتاج علبة الزبادي علبة الزبادي بتاعتي واسنها 150 جرام لو اقل او ازيت شوية مش مشكلة الزبادي اللي هو اليوغرت او الياغورت علشان اسمه بيختلف من دولة لدولة ومحدش يكون متلغبط يعني ويستخدم حاجة تانية اللي هو السميك اللي بيتكل بالمعلقة زودت علبة الزبادي في طبق وزودت عليها بالطين بعد كده هيخد العلبة وهمليها مرة ونص سكر قللت كمية السكر شوية عن الكيكة التانية اللي عايز يقللها اكتر كباية او يكترها زي ما تحبه كل واحد يضبط السكر زي ما هو عايز بس انا قللته شوية علشان يعني ايه هلسه هنزينها وكده فمش عايزها تبقى مسكرة قوي بعد كده هيخد المضرب العادي ده وهخلط كده واقلب المكونات مع بعض الزبادي والبيض والسكر لحد ما حسن السكر داب كده شوية وتخلطه وبقى قوامهم متجانس وبعدين هبتدي بقى اضيف باقي المكونات الجفة هضيف علبتين دقيق وللناس اللي سألت دقيق كيك او دقيق متعدد الاستعمالات اللي اتنين ينفعوا ممكن لو عندكو دقيق كيك استخدموه لو عندكو دقيق العادي اللي هم متعدد الاستعمالات ينفع برضه بعد كده هنزود رشة ملح ومعلقتين صغيرين بمعلقة الشاي العادية من البايكينج باوتر وهنزود كمان علبة من الكاكاو والكاكاو ده كاكاو خامل اللي هو مش مسكر ومعلقة صغيرة من القهوة سريعة الزوبان او النس كافيه ودي بحطها على اي كيكة شوكولاتة او حلويات شوكولاتة بعملها لان هي بتدي طعم غني وطعم حلو مش بتخليها طعمها قهوة بتخلي طعمها شوكولاتة حلو وكمان معلقة صغيرة فانيليا وكده بقى هنخلط المكونات دي مع بعض لحد ما حسن المكونات الجفة اتشربت السويل وتخلطت كويس بعد كده هنزود بقى اخر مكونين وهما الزيت والحليب هملة العلبة مرة زيت زيت نباتي ملوش طعم قوي زي زيت الدرق او اي زيت نباتي تفضلوه ومر كمان من الحليب وهخلط بقى مع بعض لحد ما حسن هما تدخلوا كده وخلاص الزيت من الجناب ما بقاش مفصول وكل القوام بقى حاجة واحدة لما نقلبهم مع بعض كويس هيبقى شكلهم ناعم كده معامل زي اللي كأنها شكولاتة سايحة طريقة التسوية بقى زي ما تحبوا اللي حابب يقسمهم على صونية كابكيك ينفع يتعملوا كابكيك اللي حابب يعملهم صونية واحدة كبيرة ينفع برضو او انا هقسمهم على الصونية اللي بستخدمها دايما لستة انش وطبعا الوقت بتاع التسوية هيختلف على حسب حجم الصونية عشان اجهز الصونية بامسح الصونية بقى بزبتة كالعادة وارحط فيها شوية دقيق واحركهم وبعدين استمت الخليط بتاعي ما بين الصونيتين وهندخل الثواني فرن درجة حرارة 180 مقاوية هياخدوا من 25 ل40 دقيق على حسب حجم الصونية زي ما قلت لكم وكده خلص خلصنا الكيك هنعمل بقى حاجة زي ما بيها الكيك حبيت اوريكو وصفة سهلة جدا عشان اغلب وصفات الزينة او الفروستينج او اي حاجة تحط على الكيك بتكون محتاجة مضرب بس دي واحدة سهلة جدا جدا انا باملة هنا علبة الزبادي غسلتها ومنشفتها وهستخدمها ان انا اعير بيها برضو هملاها سكر بدرة ممكن تحطوا علبتين لتلات علب زي ما انتو عايزين درجة السكر تكون عاملة زي انا رقيت السكر بتاعي فيه كور كده ومش ناعم قوي فحطيته في مصفة عشان اصفيه عشان مفروض يكون ناعم قوي عشان الكريمة او الفروستينج اللي هيطلع معنا في الاخر يكون ناعة بعد كده بليت العلبة كمان مرة من الكاكاو وهزودهم على السكر وهزود معلقة من النشا النشا العادي نشا الدرة ده هيستاعد ان هي تمسك مع بعض عشان مش هنستخدم فيها قطع شوكولات وهزود كمان زبدة الزبدة دي بدرجة حرارة الغرفة وعلى فكرة لو انا انسيت اقولك كميات من اي حاجة كل المقادير بتكون دايما مكتوبة تحت الفيديو في صندوق الوصف وهحاول دايما نكتبهم بالمعايير وبالجرامونت وزودت كمان معلقة صغيرة فانيليا وهزود دلوقتي مية مخلية مية سخنة جدا اا يعني تكون يعني قريبة من درجة الغليان وهحرك بقى على طول اول ما زود المية السخنة ده هيدوب الزبدة وهيساعد كل المكونات دي تتخلط مع بعض وهينشط النشاء اللي احنا حطناه بحيث انه يساعد ان القوام يكون سميك شوية هحرك بقى بالمضرب العادي لحد ما كل حاجة تدوب وتتخلط كويس مع بعض في الاول هيكون القوام سميك شوية واللون غامق زي ما انت شايفين كده بس شوية بقى مجهود هنفضل نضحركهم ونضربهم كده بالمضرب لحد ما نحس ان ندخل فيهم كمية هوى كبيرة كل ما ندخل هوا هنلاقي اللون بتاع الشوكولاتة كل ما تتضرب بيبقى افتح شوية والقوام شوية اخف مش هتبقى مخفوقة زي الكريمة بس هتبقى اخف شوية وافتح شوية اللي عنده المضرب الكهربائي طبعا ممكن يستخدمه هيخلي الخطوة دي اسهل بس اللي ما عندوش يعملو زي ما انا عملتو كده لحد ما يبقى ناعم ده شكلها بقى بعد محركتها بالاسباتي لو في الاخر بقت شبه الشوكولاتة السايحة بس قوامها اخف شوية جدا يعني مش هتصده اصلا احنا مش مستخدمين فيها تشوكولات طعم الكاكاوف حد ذاته ومع الزبتة مع الاضافات دي مدي خوام زي الشوكولاتة السايحة بالزبط هنا بقى حضرت شوية حليب حطيت عليه شوية سكر بودرة وفانيليا هسقي منه الكيك عشان تطلع طرية ودايبة واللي عايز يستغني عن خطوة دي برضو ممكن يعمل كده انا على طول بقى وانا بعمل فيديوهات فيها تزيين للكيك باستخدم الترنينج تيبل اللي عندي دي هتلاقوها تشوفوها في فيديوهات تانية اللي بنزين فيها الكيك للي معندوش ممكن دي صانية من سوايا فورن العادية اللي هي زي البايريكس ممكن نحطها على فوطة ونحركها كده او على اي سطح ناعم ونلفها واحنا بنزين الكيك او طبقة فاللي معندوش يحاول يستخدم بدايل علشان يزين الكيك بطريقة بسيطة عطيت عليه الكيك بتاعي وعلى فكرة انا شلت الطبقة اللي على الوش خالص بالسكينة اللي مش عايز يشيلها ما شلهاش بس هي بتخلي الفروستينج وتغطية الكيك اسهل عشان بتطلع مسطحة وسقتها بشوية من الحليب والسكر والفانيلا اللي احنا عملناه في الاول وبعدين زودت كمية من الفروستينج برضو عايز ااكد عليكم ان احنا بنشتغل نحاول ان كل حاجة تكون برده الفروستينج تاعتنا تكون داخل الطلاجة شوية والكيك كمان يكون برد تماما مايبقاش لاستدافي وإلا كل حاجة هتسيح وهتميل على جنبها كده حطيت بعد كده الكيكة التانية والكيكة التانية برضو ساقياها وحطيتها مقلوبة بحيث الجزء اللي تحت هو اللي يبقى فوق علشان هيكون مستوي اكتر ومسطح اكتر فاعرف افرد عليز دينا الطريقة اسهل وزودت بقى بقية الفروستينج اللي احنا عملناه وهحاول اخطي بيه الكيك من كل الجوانب باخد كده بالسباتيولا او بالمعلقة بشكل عشوائي بوزع بس على الجوانب ومش الكيكة دي مش مهمة او يطلع شكلها المسائلي مدام احنا مش مستخدمين ادوات معقتة بس انا هوريكو للي معندوش ممكن يستخدم ايه بدايل تخليط الكيكة شكلها طالع مقبول ومتسوية لانه مش كل الناس مهتمة ان هي تستثمر في لصها يعني في ادوات لتزيين الكيك فيه ناس بتعمل كيك مرة كل كام شهر وفيه ناس بتعمل كيك كيكتين مثلا في الاسبوع زيه فيعني لو للناس اللي مش حابة تشتري ممكن تعمل كده بعد ما فردت الفروستينج عليها دخلها التلاجة تبرد شوية هلاقيه القوام بتاعه تماسك ولما يتماسك هيكون تنعيم واسهل ده شكله بعد ما برد اخدت المسطرة المسطرة طبعا مش محتاجة اقول المسطرة نظيفة ما يكونش عليها حبر او رصاص او اي حاجة دي مسطرة انا باستخدمها للمعجنات والحاجات في المطبخ يعني ما لحاش علاقات بالادوات الكتابية فبس اخدت المسطرة هسبت المسطرة مستقيمة وهلفها حوالين الكيك وحرك الطبق بتاعي كل شوية في الاول هيبقى شكلها غريب بس بعد كده هتفضل تنعم لحد ما هتبقى متسوية خالص وده اللي ما عندوش سكريبر والادوات اللي انا بستخدمها في الترطات التانية اللي عندو الحاجات دي هحط له لينكات للتزين الترطات هيكون مستوى بتاعه يعني متقدم شوية او محتاج شوية ادوات تقدروا تشوفوه تحت هتلاقولو روابط في صندوق الوصف بس فضلت كده نعم الكيك لحد ما بقيت يعني شكلها مزبوط والحواف تاعيتها نعم شوية مش بيرفكت زي الكيكات التانية بس يعني شكلها كويس لو حد عايز يفرح طفل يعمله ترطة يعمله حاجة بسيطة دي هتكون كويسة اوي وبعد كده عملت كمان شوية جناش واحطتلكو برضو روابط للجناش عشان ما طولش عليكم لان احنا شرحناه كتير بس ممكن تستخدموا اي زين اللي عايز يستخدم سوس كارامل عايز يستخدم كريمة مخفوقة عايز يستخدم فيه حاجات كتير ممكن تزين بيها الكيك وممكن ابقى اعملكو تجميع للسوسات والحاجات دي بعد ما فردتو كده بس حركتو بالمعلقة يعني بصورة غير منتظمة رشيت شوية سبرينكلز سهلة وموجودة في كل مكان وبتخلي اي حاجة شكلها بقى كأنها ترتين عيد ميلاد بيخلي اي حاجة شكلها احلب كتير رشيت شوية صغيرين على الطرف وزينت القاعدة من تحت بشوية من التشوكليت شيبس او مش هعارفة بالعربية ايه ركائك الشوكولاتة تريبة وبس كده خلص خلصت انا محبتش عقد الموضوع مش هنعمل بقى روزيتات ولا اي حاجة هي كيك كان مفروض انها تكون سهلة وبسيطة اه ومع ذلك بالرغم ان مش اكتر كيكة فوتوشونيك عملتها ومش احلى شكل بس فعلا كان طعمها حلو جدا جدا اه شوكولاتة على شوكولاتة على شوكولاتة الناس اللي بتحب الشوكولاتة هتحب طعمها جدا انا مهتميتش قوي بالتازين المراتي انا مركزها على الكيك بس الافكار التازين موجودة كتير واللي عايزة زينها باي طريقة ثانية مختلفة يقدر يعمل كده طعمها كان حلو قوي بجد تعمل شوكولاتة غني وتعمل ناكت شوكولاتة باينة فيها كده يعني كلها تشوكولاتة على بعض وبس دي كانت وصفتنا النهاردة اتمنى ان هي تكون عجبتكو لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واكتبولي رأيكو تحت في التعليقات واللي جربها يا ريتي عرفني لاني بفرح جدا اه واشوفكو تاني الفيديو جاي على خير وبي باي